السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف السادس في مادة التربية الفنية عنوان درسنا إثراءات في الفصل الدراسي الأول قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعليم عن بعد أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة أيضا أجلس بشكل صحيح ومريح كذلك أحضر أغراضي التي أحتاجها لمادة التربية الفنية أحضر كراستي، أقلامي الرصاص، المساحة، البراية، الألوان أيضا أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لأفهم الدرس وأتابع الدرس حتى نهايته لأفهمه جيدا كذلك لدينا إرشادات ولكن في مادة التربية الفنية ما هي؟ أولا أتجنب استخدام الأدوات الحادة مثل المقص، المشرط، الدبابيس ماذا لو احتجت لاستخدامها؟ رائع ألجأ للكبار لمساعدتي في ذلك أيضا قد أستخدم الألوان وقد أقص قصاصات من الورق فيجب علي أن أحافظ على النظافة كيف ذلك؟ أولا نظافة يداي إذا اتسخت بالألوان أغسلها جيدا بالماء والصابون كذلك نظافة ملابسي لا ألطخها بالألوان ماذا عن طاولتي والمكان الذي أعمل به؟ أبقيه دائما نظيف فأضع المفايات، المناديل، قصاصات الورق التي لم أعد بحاجة لها أضعها في سلة المهملات أبقي طاولتي دائما نظيفة في درسنا لهذا اليوم المماثلة سوف نقوم بمراجعة درس المماثلة لدينا هدف عام وهو أن يعرف الطالب والطالبة مفهوم المماثلة بالتكرار كذلك لدينا أهداف خاصة أولا أن يستخرج الطالب والطالبة الألوان الثانوية ثانيا أن يسمي الطالب والطالبة الألوان الثانوية ثالثا أن يرسم الطالب والطالبة باستخدام الاستنسل رابعا أن يلون الطالب والطالبة تشكيلات لونية متماثلة أخيرا أن يلون الطالب والطالبة باتجاه واحد دعونا نتذكر ما أخذناه في دروسنا الماضية رسمنا باستخدام الاستنسل ولوننا بالألوان الخشبية والشمعية والفلوماستر كيف ذلك؟ ما هو الاستنسل أولا؟ الاستنسل هو قطع رقيقة من البلاستيك أو الوراق أو الكرتون محفور بها رسومات مختلفة نقوم بالرسم بوضعه على الورقة واستخدام القلم الرصاص والرسم داخل هذه الأشكال أيضا استخدمنا الاستنسل وقمنا برسم أزهار كررناها ولولناها بالألوان الخشبية كررنا أيضا الألوان أحمر، منفسجي، أصفر، بني كذلك قمنا برسم شكل سداسي وعندما كررنا الشكل السداسي صار مثل خلية النحل ولولناه باستخدام الألوان الشمعية ألوان مختلفة وكررنا أيضا الألوان أحمر، أخضر، أصفر كذلك قمنا برسم الشكل المعين باستخدام الاستنسل ولكن لولناه بماذا؟ باستخدام الألوان الفلوماستر أيضا كررنا ألوان الفلوماستر أحمر، مني، بنفسجي ولولناه وتعلمنا كيف نلون باتجاه واحد هذا ما أخذناه في دروسنا الماضية ماذا لدينا اليوم؟ لدينا نشاط، هيا نقرأ النشاط حتى نقوم بحله أرسم أشكالا متكررة باستخدام الاستنسل ثم لون بالألوان الثانوية دعونا نبدأ الآن، هيا نرسم ونلون ولكن دعونا قبل ذلك نتذكر الألوان الثانوية ما هي الألوان الثانوية؟ هي ثلاثة ألوان دعونا نتذكرها لدينا اللون الأول، ما هذا اللون؟ أحسنتم البنفسجي، هو لون ثانوي أيضا لدينا الأخضر، هو لون ثانوي لدينا أيضا البرتقالي، وهو لون ثانوي ثالث سنقوم اليوم بالتلوين بهذه الألوان الثلاث ولكن قبل ذلك سوف نرسم، سوف نرسم باستخدام الاستنسل سوف أختار هذه الوردة، وسوف أرسمها وأكرر رسمها أضعها في مكان مناسب، تعلمنا كيف نرسم بواسطة الاستنسل أثبت الاستنسل بيدي، وأمسك القلم باليد الثانية، وأبدأ بالرسم أرسم أعزاء الطلاب والطالبات باستخدام الاستنسل أشكال مختلفة أزهار، حروف، أرقام، أشكال هندسية قمنا بالرسم، هذه الزهرة الأولى سوف نكررها أيضا باستخدام الاستنسل إلى آخر الورقة هيا نرسم زهرة ثانية هذه زهرة ثانية، أثبت الاستنسل بيدي، وأرسم باليد الثانية في قلم الرصاص وإذا أخطأت، أستخدم المساحة، لا مانع من أن أخطئ كما الساحة موجودة؟ إذن رسمنا زهرة ثانية، واحد، اثنان هيا نكمل الرسم، زهرة ثالثة أيضا نثبت الاستنسل وبالقلم الرصاص أرسم زهرة فزهرة أخرى ثبتوا الاستنسل بشكل صحيح وضعوه في المكان المناسب على شكل حتى تصبح الأزهار بجوار بعضها كم زهرة رسمت؟ هيا عدوها معي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة كرروا الأزهار رسم الأزهار بواسطة الاستنسل أو الأشكال الهندسية إلى النهاية حتى يصبح لديكم في الأخير هذا الشكل كما ترون سأقوم بتروينه الآن ولكن سأستخدم الألوان الأساسية عفوا، بل الألوان الثانوية ما هي الألوان الثانوية؟ بنفسجي، أخضر، برتقالي سوف أكررها سأستخدم الألوان الخشبية أبدأ باللون البنفسجي أبدأ بالتلوين ألون داخل الزهرة داخل الزهرة كما ترون في الجزء الأبيض من الورقة داخل، وإذا أخطأت أقوم باستخدام المساحة وأمح الخطأ لا مانع من الأخطأ لونوا باتجاه واحد أنا ألون بالألوان الثانوية ما هذا اللون؟ ما اسم هذا اللون الذي ألون به؟ رائع، إنه البنفسجي الآن سأستخدم اللون البرتقالي أيضا ألون داخل الزهرة باتجاه واحد كما ترون عزاء الطلاب والطالبات داخل لا ألون خارج بل داخل الزهرة أو الرسمة التي سترسموها باستخدام الاستنسل بهذه الطريقة ما هذا اللون؟ أحسنتم هو لون برتقالي هل هو ثانوي أم أساسي؟ رائع، هو ثانوي لدينا بنفسجي برتقالي بقي لدينا الأخضر وهو لون ثانوي هيا نبدأ بتلوين الزهرة الثالثة باللون الأخضر اخترت الأخضر الفاتح تستطيعون اختيار الأخضر الغامق لونوا بالطريقة التي تريدون أنا ألون باللون الأخضر نلون باتجاه واحد حتى تصبح الرسمة ويصبح التلوين مرتب وجميل هذا اللون الأخضر بعد أن انتهيت من اللون الأخضر أي لون بدأت به؟ بدأنا باللون البنفسجي ثم البرتقالي ثم الأخضر الآن نعود لللون رائع لللون البنفسجي أنا أكرر أكرر الألوان الثانوية بنفسجي برتقالي أخضر ثم بنفسجي برتقالي فأخضر وبهذه الطريقة ألون كامل الأزهار إلى النهاية بهذا الشكل لونوا باتجاه واحد داخل الزهرة كما ترون لونوا كامل الزهرة إذن لوننا بنفسجي ثم برتقالي ثم أخضر ثم بنفسجي ماذا يأتي بعد البنفسجي؟ اللون البرتقالي لونوا كامل الرسمة حتى تصلوا إلى هذه الألوان الجميلة بنفسجي برتقالي أخضر بنفسجي برتقالي أخضر هي ألوان ثانوية كما ترون لوننا وقمنا بحل النشاط ماذا لدينا على شاشتنا؟ هيا نعود بعد أن رسمنا ولوننا لدينا توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة والحرص على الجلوس الصحيح للطالب والطالبة مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة وتذكيرهم بما تعلموه بشكل مستمر للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته